وإذ قال إبراهيم رب جعلنا للبلد آمنا واجنبني ومني أن نعبد الأصلام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيل ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير درعي عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يسكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وتبني عن الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتغفر دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤثرهم ليوم تشفص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجر قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أغسنتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأبصار وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخرف وعده رسلة إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرسوا لله الواحد القهام وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وترشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاو هذا بلاو الإناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر